موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الخامس الابتلاء نتكلم مع بعض النهاردة مادة الرياضيات بفصلة رأس الأول الوحدة الخمسة بعنوان عمليات ضربة والقسمة مع الكسور العشرية المفهوم الأول ضرب الكسور العشرية سنتناول مع بعض الدروس من الدرس الأول حتى الدرس الوقت الدرس الأول هنا عندي بعنوان ضربة في قوة العدد عشر أول حاجة بيقول لي اوجد ناتج 47 و 63 بزء من مئة في مئة طيب نركز هنا في السلال قال لي هنا لما أجل أضرب في عشرة ومئة وأنف أنا بحرك الإعلامة العشرية اللي موجود عندي في العدد عشر والكسر العشري جهت اليمين على حسب عدد الأصبار هنا المئة عندها كم سفر؟ يبقى أنا أحرك الإعلامة خطوطين جهت اليمين وكده الإعلامة هتوقع ويطلع لي العدد صحيح بالكامل ويطلع لي 4763 طيب لو قلنا 47 و 63 بزء من مئة في عشرة نفس الخطوة هنا طيب أي عدد في واحد بنفسه يعني يطلع لي هنا نفس العدد 47 و 63 من مئة طيب طيب لو دربنا نفس الرقم بس المرة دي في واحد من عشرة طيب ويطلع لي نفس الرقم بس المرة دي في واحد من مئة ويطلع لي نفس الرقم بس المرة دي في واحد من مئة طيب أنا هنا كده أضرب هنزل العدد صحيح بالكامل ويطلع العدد بعد كامره طيب 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 ضع طيب طيب ايه صحيح طيب لو قلنا 38 في واحد جزء من عشرة هنا لما اضرب واحد من عشرة كأني اسبت بصدقت على عشرة فهيأخذ الـ 38 وهيأخذ العلمة بعد رقم الـ 38 في واحد والعلمة بعد رقم الـ 38 رقم حاتبة 38 من عشرة طيب ربعمائة خمسة وعشرين لما ضربتها في كام بقيت ربعمائة خمسة وعشرين جزء من الف تمام هنا فوق نفس الفكرة ان هنا كده ان انا هنا اضرب في واحد من الف او ان انا اسمت على الف تعالوا كده منتقل لأسئلة المتفوقين ومع السؤال الاول هنشوف هايقلنا السؤال الاول اكمل كام اضربه في 7 و 18 جزء من المائة هيديني 71 و 8 اجزاء من العشرة السؤال التاني 62 و 68 جزء من المائة في كام هيديني 268 جزء من الف رقم ثلاثة واحد من مائة في كام هيديني 753 جزء من الف طبعا من المنتظرين اجاباتكم اسفل التعليقات الدرس الثاني والسادس بعنوايك ضرب الكسور العشرية في اعداد صحيحة و جزء من عشرة اوجد ناتج ضرب اربعة من عشرة في ثلاثة طب لما هندرق برضو اربعة ثلاثة بكام اربعة في ثلاثة بثلاثة ونحط العلامة بعد رقم واحد تعال هنشوفه كده طيب هنا اه النتج احنا عرفناه خلاص هيطلع واحد و اتنين من عشر تعال هنشوف بقى باستخدام استراتيجيات مختلفة هل هيطلع برضو نفس النتج بتاعنا اللي هو اطلع عليه اه واحد و اتنين من عشر طب اول استراتيجيات عندنا بستخدام خط الاعداد طب يعني كتب مسألة الدرب في صورة عملية التكرار الجامعة احنا عارفينه التكرار الجامعة هو ايه؟ فلما يقولي اربعة من عشرة ثلاثة يعني انا اكررت الاربعة من عشرة كم مرة؟ ثلاث مرات يعني ثلاث كفزات وعلى خط الاعداد كل قفز هعملها باربعة من ايه؟ من عشرة اجي خط الاعداد اتخلم لك انا ماشيت لو تلاحظ كده اسف 1 من عشرة 2 من عشرة 3 من عشرة وكل كده ولما يكفي معين اه اول قفز ابقى اربعة من عشرة بعد ذلك هكذا holds different from four وصلت كام على ال 8 من عشرة الفيت الذي hac 위한 refined and equal to ten القفز الولиновاء باريجيات50 العشرة whether again one way one 파� any مرة اللي افتني اBre 정도 مايهي比 values one way four رقم اتني Parliament رقم اتنين باستخدام النماذج لنرسم ثلاث مجموعات كل مجموعة ب10 determine every stand of a m3 يلا بينا ادي اول اربعة من عشرة ادي الاربعة من عشرة التانين ادي تالت اربعة من عشرة تعالى بقى نجمع اداني كام واحد كامل واتنين من عشرة يدي الواحد بسوار عشرة ادزال من عشرة باستخدام الخوارزمية المعيارية لاجاد الناتج نتبع الفطواتين التاليتين اول حاجة نضع العددين رخصيا دون العلامة العشرية اتناشرة نضع العلامة العشرية بالناتج في نفس الترتمها من جهة اليمين انا كان العلامة بعد رقم المعيارية اما هنѓنبع النبي και من جهة اليمين زي ما انا شايفين اهو العلامة العشرية هنا بعد رقم واحد وهنا بعد رقم واحد اوجد ناتج درج رقم واحد اتنين وخمسة من عشرة فتلاته هنعمل ايه هنا؟ طيب هنا ممكن نستخدم على طول الطريقة بتاعتنا هندرب 3 في 25 هيتطلع لي كام؟ 3 في 5 في 15 خمسة مهار واحد 3 في 2 ب 6 و 1 7 في 25 كده انا خلصت؟ لا انا كده ناسي العلامة العشرية حط العلامة العشرية بعد كم رقم؟ رقم واحد لان هنا ب 2 و 5 و 10 العلامة بعد رقم وتطلع 7 و 5 و 10 طيب رقم 2 و 1 و 6 و 8 و 4 و 10 انا عندي علامة هنا و عندي علامة هنا عشر العلامة هيتطلع لي 16 و 4 حلو 16 في 14 4 و 4 و 4 و 6 و 6 واحط العلامة بعد كم رقم؟ هنا رقم وهنا رقم يبقى هجم على الاتنين هتطلع بعد رقمين من جهة اليمين بعد رقمين هتطلع من جهة اليمين هيتطلع لي 64 و 26 3 و 24 بزء من مئة في 26 اول حاجة هنعملها هنا هندرب عائدة ايدي 324 في 26 تمام يلا بنا نشوف الناتك 6 في 4 24 الاتنين 6 في 2 12 و معايا 2 تبقى 14 6 في 3 18 و 1 19 زائل اوعى تنسى الساب 2 في 4 8 2 في 2 4 3 و نجمع هبتدى اجمع هيتطلع لي الناتج 8 424 طبعا العلامة هنا هتبقى بعد كم رقمين بعد رقمين هيتبقى الناتجي 84 و 24 جزء من 100 السؤال التاني 1 9 من 10 في 3 10 تمام هنطلب من 19 في 3 و نطلع علينا الناتج و نطلع الناتج كده بسرعة و نقل لي 57 و العلامة هنا بعد رقم و هنا بعد رقم ف ننزل لي بعد رقمين و قد من جهة اليمين هيتبقى 57 جزء من 100 و هيتبقى تعالوا كده ننتقل للسؤال التانى من السؤال المتفققين السؤال التانى توجد ناتج دا رقم واحد 371 جزء من 1000 في 6 رقم اثنين ستة و تسعة أجزاء من 100 في 15 رقم تلاتة سبعة من عشرة في تمانية عشرة طبعا مستنين إجاباتكم أسفل الفيديو في التعليقات نكمل معظات الدرس الرابع تخدير ناتج درب الكسور العشرين طيب هنا كده معظاتنا يقول لي قدر ناتج درب 24 و 3 من عشرة في واحد و تمانية من عشرة باستخدام التقريب واعداد لها قيمة مميزة طيب تعالى كده هدي المسألة عندي 24 و 3 من عشرة في واحد و تمانية من عشرة طيب أول حاجة هنا بيقول لي باستخدام التقريب مرة و هنا هنستخدم أعداد لها قيمة مميزة مرة تعالى نشوفه باستخدام التقريب هنا هنهرب لأقرب وقت فطلع لي 24 و 3 من عشرة كام 24 و 20 لهم 3 من عشرة لا تمام هنا واحد و تمانية من عشرة هكذا لنا تمام كده نهرب لأقرب واحدة والاقرب عدد صحيح أضرب 24 في الاتنين هيتطلع 48 كده نستخدمت التقريب طب استخدام أعداد لها قيمة مميزة أنا عندي هنا الاربعة و عشين ثلاثة من عشرة هخليها اربعة و عشرين و خمسة مميزة اربعة و عشين و نص تمام طيب هنا عندي الواحد عشرة عشان يبقى لها قيمة مميزة اخليها الاتنين عدد صحيح طيب لما نيجي هنا ندرب اربعة و عشين و نص في الاتنين ممكن بمتال بساطة ندرب ازاي انا عارف الاتنين في الاربعة عشم تمانية و اربعين و اتنين في نص اللي هو يتني واحد صح كده يبقى يطلع لناتج عندي كام تسعة و الاربعين طيب ما عندنا تلقيتش مع السؤال التالت السؤال التالت يقول ايه السؤال الثالث قدم ناتج اتدرب باستخدام طريقة التقريب مرة و طريقة الاعداد التي لها قيمة مميزة مرة تمانية و اربعين و اتناشر جزء من مائة تسعة و تسعين و اتنين من عشرة طيب و كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الدرس والسلام عليكم و رحمة الله و بركنا اشتركوا في القناة شكرا